السلام عليكم حبايبي شوفوا هذا خبز البرقر أو ممكن نحشي بجبن أو قيمر خبز كله سهل وطعمه كلش طيب تعالوا ويايا خلنا نحضر العجينة بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي أربعة كوب طحين ضفت له نصف ملعقة أكل خميرة واحد ملعقة شاي شكر ونصف ملعقة أكل ملح والملح حسب رغبتكم وضفت له مي دافي طبعا ضيفونه تعجنون هو رح يبين عدكم ولأن حسب نوع الطحين أنا هسا ضفت كوب وبعدين رح يبين عندي شقد أحتاج عجنته أنا بهاي العجانة بس ممكن تعجنون بأيديكم هنا أنا شفتها يحتاج مي رح أضيف له من العجن زين ضفت له زبد لين تقريبا نصف كوب طبعا الزبد اللين يسوي العجينة هشة وينطيها أيضا طعم طيب أضيف وأعجن وأنتو أيضا منت عجنوا بأيديكم ضيفوا وعجنوا إلى أن تكمل العجينة وصير بهذا الشكل شوفوا هنا لتمت وصارت لينة بهالصورة هنا وقفت العجانة وشوفوا شلون صارت بهالصورة هاي العجينة لينة ونعمة رح أتركها إلى أن يتخمر لميته ورح أخليه بكاسة وغطيه وأتركه بمكان دافئ إلى أن يتخمر وصير بهالصورة رح أقطع إلى قطع صغار لأن هي رح تكبر برمته هاي العجين ورح أقطع كوره وأخليه بالقالب اللي رح أحشو به هذا الخبز يفيد للأولاد والمدارس أو للموظفين أيضا ممكن يحشوا بأي شي يحبون ممكن نحشيه بلحم ونخليه بالفرن لحمه جبن كل شي نقدر نسوي به هاي يشوفوا هنا من بعد ما غطيته وكبر حجم الشنقة خلطت صفار بيض وشوية حليب ودهنت به هذا الخبز وخبزته على درجة حرارة 200 من الأعلى ومن الأسفل إلى أن صار بهاللون وقدمته هذا شكل النهائي يجربوا إن شاء الله يعجبكم وألف عافية ولا تنسوا نسوي اللايك للفيديو إذا أعجبكم وتشتركوا بالقناة تداما مشتركين حتى وصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية